هلا بدنا نشتق إذن أنا راح حطها بهذا الشكل بس هي حتى أذكرك إنه هاي هي الأفريج أو براندوم فيريبل الأفريج أو براندوم فيريبل التاو أو الراون تريب تايم وكل رحلة راح تكون مختلفة إيش سورس الراندومنس؟ سبب الراندومنس؟ ميلي بسبب بأنها راندوم؟ ليش ما بتطلع كل مرة نفس القيمة بالظبط؟ إيش هي؟ مش السيكولوجي إيش أصدك يعني إنت؟ الدستينايشن بالظبط السيلكشن تبعت الدستينايشن تبعت إذن هون إحنا هلا راح نطلع راون تريب تايم راح تكون هنا الأفريج باليو لا تاو أو تاو أفريج هلا حتى نشتقي المعادلة لنتذكر البيهيجير اللي بيصير عنا وراح أرصم هون بيتم راح أرصم بس هون رسمة جانبية في هالزمن هون وفيها إن هون وكانت عندي الأجزاء قلنا هذا نزل وقف فتح الباب طلعوا الناس سكر الباب هذين عملنا كل رحلة من الرحلات لاحظوا هاي ديس بليسمت هاي ديس بليسمت إذا بدنا حتى يمكن الأحسن نحطها دي أو تاو دي أزا فونكشن فتح الباب فتح الباب طلعوا ناس سكر الباب ونفس العملية بعدين بس خلصنا من هاي النقطة من بداية فتح الباب لبداية فتح الباب هي تاو واحدة من الإنستانسيز أوكي إذا هاي السيقونس اللي عم بيصير عندي هلا خلينا هون نحط الإفتراضات الأسامشنز اللي رح نفترضهم أحد الأسامشنز المهمة عمانا بنفترض إنه كل الترافيك هو يعني بتساوي 100% أوكي ماشي كمان إحنا مفترضين إفتراض مهم إنه عندي سينجل انترانس سينجل انترانس ما فيش غيره بتسون انترانس هلا أحد أشياء رح نفترضها بعدين لما نشتق رح نفترض بس هادا بالوقت الحاضر هلا ما بأثر عليه هون الخيارات تبعت الباسنجر انترانس عنا الإشي المهم الثالث اللي رح نركز عليه اللي هو اللي ركزنا عليه في الكنماتيكس ريتد سبيد أتين إن ون فلور جاني وطبعا إذا كانت أتيند إن ون فلور جاني معناها كمان في افتراض مهم عنا إيكوال فلور هالتس هلا فيه افتراضات تانية رح نحكي عنها بتفصيل أكتر بعدين بس هدول الأربع الأساسيات هما اللي احنا معتبين عليهم في الاشتقاق هلا خلينا نرجع على الكنماتيكس بتذكرين معادرة الكنماتيكس كان عندي إذا توقفت على طابة وإذا ما توقفت على هذا الطابة رح يكون فيه عندي وقت مختلف هون رح يكون عندي دي أف على في في حين هون رح تكون هادي دي أف على في زائد في على اي زائد اي على ج فكأنه في عندي ضريبة مش هيك حكينا عن الضريبة كأنه في عندي تاكس أو ضريبة رح يساوي تي أف ماينس تي في وف هو الزمن اللي موجود هون اللي هو تي أف يعني الزمن اللي باخدني حتى أبدأ وأوقف على طابق واحد وهون هانا رح أسميه تي في اللي هو كانت سألت عنا دوناء هون إنهو إني أمر على الطابق كإني بديت من top speed وانتهيت ب top speed وهذا طبعا غير واقعي إذا أنا عند الطابق بس لو إني بمر مرور من مكان معين رح أمر عليه كإني ماشي على top speed إذا ضريبة ال stopping رح تكون عندي بالحالة هاي هي دي أف على في زائد في على ا زائد اي على ج إذا طرحت منها دي أف على في رح تكون ضريبة التوقف هي في على ا زائد اي على ج بس في ضريبة تانية للتوقف كمان إيش لازم أعمل أنا ما بتوقف بس عشان هيك بتوقف عشان أطلع ناس أو أدخل ناس ليش لازم أفتح أعمل في البواب؟ لازم أفتحهم وأفكرهم إذا ضريبة التوقف تي أس بتساوي ذي على ا زائد ا على ج هذا الكينيماتيك part زائد تي دور opening زائد تي دور إذا كل مرة عمالي بوقف هون مش بس بتباطئ وبتسارع كمان بدفع ثمن فتح الباب وتسكير تأخير دخول وخروج الناس رح أحسبه بعدين رح أحطه على جنب وأحسبه بعدين إذا إحنا الآن بإمكاننا من الكينيماتيك point of view نفكر بالشكل التالي رح نفكر إنه أنا بدي أطلع كإني بدي أطلع وأنزل على top speed وبعدين أضيف stopping tax بدي أطلع وأنزل على top speed بس أنا عادة بكون عندي عدد من stops مضبوط و stops هاي رح نسميها S في عندي كذا stop S رح نشوف بعدين كيف رح نحصرها الشيء الثاني تذكروا إنه إحنا في كل رحلة ما بنوصل آخر طابق مش هيك هل كل مرة نروح على N؟ هل في حاجة أنا أروح على N؟ إذا أنا وصلت الطابق الخامس وخلصت ووصلت كل الناس ليش أضيع الوقت وأطلع على N؟ إيش بعمل؟ بلف وبرجع مرة وصلت 8 بلف وبرجع خلصت مرة وصلت 2 بوصل الناس وبلوف وبرجع أحيانا رح أوصل N بس on average في عندي إيش اسمه؟ من المطلع! إيش بعمل؟ Любولة نحظوا انه ترقيم الطوابق راح يكون عندنا يبدأ من zero وبعدين يبدأ بواحد اتنين ثلاثة اربعة فه راح تكون لما انا بقول عندي اتش فلورز اتش راح تكون مبنية على اساس انه الترقيم عندي من zero واحد اتنين ثلاثة اربعة ايش اقل قيمة ممكن الى اتش واحد ما معلها تكون zero zero معناها ما تحركتش من مكاني ما اصلتش حد اسوأ شيء او احسن حالي او اقل قيمة ممكن تكون انه كل البسنجرز البي بسنجرز رايحين على طابل اول ممكن تسير احتمالها ضعيف بس ممكن تسير وامكانك انت تحسب البروبوليتي تبعتها فيه بربوبوليتي ضعيفة جدا بس ممكن انها تسير انه كل البسنجرز مش لانهم ماشي مع بعض وبعرفوا بعض اوكي بقرر ان كلهم يروحوا على الاولة بطلع المساق بوصل الناس على الاول برجاء بالحالي هاي اديش قيمة اتش اذا اتش كان رينج بروم من واحد الى احنا اللي منفكر فيه راح نستعمله هو الابرش اتش نفس الطريقة اه واس نفس الى ايش تعريف اس اس is the average أو probable number of stops in a round trip ايش وحدة اس لازم تكون ايش وحدتها ايش وحدة اتش بهاي الحالة اوكي فهاي وحدتها راح تكون ممكن تكون كسر ليش ممكن تكون كسر ممكن تكون ثلاثة وسبعة بالعشرة لانها average of a large number لما باخد ال average مشين حتى لو هي في الواقع في كل round trip هي انتجر مزبوط بس لو اخدت ال average تبعهم بكون ايش عندي ممكن يطلع كسر ونفس الاشي اس اس كمان هو average وحدته stops او stops اذا عندي اس و اتش كيف باشتقهم وين بطلعهم هاي بنفكر فيها بعدين بس احنا عمالنا بنقول انه احنا مننا الاشتقاء وجدنا انه اتش هو on average ايش الطابق اللي بوصله اعلى طابق بوصله وبرجع على عدد كبير جدا من الجيرنيز لو انت اجيت جبت سيميليتر وصورت تعمل run للسيميليتر وتراقب كل مرة اتش وين بوصل وعدت هاي العملية عدد كبير جدا من المرات واخدت ال average شو بمثل هذا اتش بس مش بالاشتقاء بكون بالمراقبة بالسيميليشن ونفس الاشي كل مرة عملت generation لس وخليت المصعد يروح يوقف عدد من stop ويرجع يروح عدد من stop ويرجع وعدت هاي العملية عدد كبير جدا من المرات ايش بطلع معك واخدت ال average بطلع اس بس مش بالمعادلة بطلع معك بسيميليشن سيميليشن اذا في طريقة بالسيميليشن كاني انا اطلع شي حتى لو ما انا عنديش المعادلة تبعته معشي واضح اذا هدول اتش و اس اذا هدول بيهمونا اتش و اس من هون كم عدد ستوبس اللي راح اعملوا بالجيرني اذا انا عارف اس افرج هدول اس افرج عملتهم ليش هدول الستوبس ما بوشملوا الستوب اللي على ال ground floor هاي مفروغ منها مزبوط ايش الهدف من هاي ستوب اللي على ال ground floor يدخلوا الناب بعدين الستوبس اللي عملوها generation بالاختيارات تبعتهم هم هدول الستوبس فاس هي هادول مجموع هدول ولا تشمل هاي الستوب اللي موجودة هون اتش هي اعلى floor احنا وصلنا له طبعا in units of floors و اس in units of stops لكن دائما في عندي ستوب واحدة هون لازم تكون مزبوط اذا اس اللي في ال round trip قديش راح تكون دائما اس بلاس 1 واحدة من هاي ستوب عشان ادخل الناس من السنجل انترنت اللي موجود عندي والاس هدول مين عملهم generation مين سببهم اختيارات الناس خيارات الناس خلت هذا يكون random variable وانا عم باخد ال average تبعه وخيارات الناس كمان خلت اتش تكون random variable مش هيك اجا واحد قرر في رحلة بده يروح على n واحد تاني قرر بده يروح على n مانس واحد هو اللي سبب اتش انها تكون عادية مزبوط في round trip قرروا كلهم يروحوا على واحد واثنين واحد واثنين اذا اتش صارت اتنين مش وفرت مش وفرت عحالي انا لما حزبتها انا كان ممكن اخذ ال worst case في كل مرة وقوله انا بده يروح على n بس هذا بوستفول بحسب لي رقم اكبر من الرقم المطفول ماشي واضحين هدول التنين انا بحسب لي رقم اكبر من الرقم المنزل